اشتركوا في القناة كما تتابعون في ذاكرة فلسطين عمرية كفارق العادي البطولية فقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مخططات لتدمير الجيل الشاب مناهج يلاحقها التهويد شوارع تهود اسماؤها لتصبح عبرية خالصة كل ذلك واكثر واخطر واحقر اين في المدينة المقدسة في بيت المقدس داخل المسجد الاقصى المبارك وفي محيطه ومن تحته انها حكاية القدس مع هذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف كل شيء ثابت ومتحرك في تلك المدينة الوحيدة الا من احرار الامة ومخلصيها الضعيفة الا من ايمانها العميق بعظيم رسالتها وقدرتها على الخلاص والحرية القريبة يحدث هناك في اولى القبلتين وثاني المسجدين في ارض المحشر والمنشر ان يكون الوصول للصلاة في المسجد الاقصى المبارك اصعب من الوصول الى الصين ان يقسم المكان والزمان بين الصهاينة والمسلمين ان يحفروا انفاقا تحت الارض وان يهودوا ما فوقها وهي الرافضة للتهويد العصية على الانكسار ملامحها العربية الاصيلة لا تزال تشرق كل صباح على الرغم من مساحيق الصهينة والعبرانة الزائلة من هناك من ارض المعراج الى السماء من اولى القبلتين من ارض البركة حل على قناة الرافدين قناة العراق والعراقيين ضيفنا الكبير وشيخنا الامام فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري يحفظه الله مرحبا بك معنا فضلتي الشيخ سعدنا بوجودك معنا شيخنا الحبيب اسمح لنا ان نبدأ هذا اللقاء المبارك بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله منذ ان وقعت القدس في الاسر الصهيوني بدأت تعيش واقعا مأساويا تتجلى مظاهره في شتى الميادين جراء السياسة التهجير والمصادرات والتهويد التي جعلتها سلطات الاحتلال نهجا ثابتا لها لفصل هذه المدينة ومحيطها عن عمقها الجغرافي والبشري والحضاري ولتمس هويتها العربية الإسلامية ومرست سلطات الاحتلال صورا متعددة من التضييق والقهر ضد أهالي مدينة القدس بهدف دفعهم إلى مغادرة المدينة وتعكس أوضاعهم العامة جوانب من المخطط الإجلائي الصهيوني وتقدم دليلا على أن معاناتهم بلغت حدا يفوق قدرتهم على التحمل ومع ذلك يواصل أهل القدس وجودهم في مدينتهم الخالدة ويسرون على البقاء والصمود في تحدي واضح لذلك المخطط إجراءات متسارعة خاصة في عهد السياسة الأمريكية لترامب قد زادت الهجمة على مدينة نهو القدس من خلال الاقتحامات من خلال إقامة المستوطنات من خلال الإبعاد من خلال أيضا الاعتقالات في مدينة القدس وهدم نهو البيوت حيث تجاوز عدد الوحدات الاستيطانية عدد الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس خلال سنة 2020 من بداية الوشار يناير حتى شهر اكتوبر تجاوز حوالي 20 ألف وحدة استيطانية ظلت سياسة القتل والتدمير لدى العدو الصيوني إذا أهل القدس التي لم تتجاوز مساحة بلدتها القديمة واحد كيلو متر مربع أولى وسائل تهويد المدينة والتي استخدمتها العصابات الصيونية قبل عام 48 وبعده فقد أمطرت قوات الاحتلال الغازية مدينة القدس عام 67 بوابل من القصف المتواصل بالقنابل المحرقة جوا وأرضا وبالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى استشهاد 300 مقدسي من المدنيين بينهم عائلات بكاملها داخل منازلهم وبعضهم في الطرقات والأزقة أثناء فزعهم وهروبهم من جحيم النار المصلطة عليهم الحقيقة من أهم وسائل دعم هؤلاء الأخوة الكرام المرابطين والمرابطات في القدس وفي الأقصى وتقديم الدعم المالي لهؤلاء الكرام حتى يستمروا في صمودهم في مواجهة العدو الصوني ومشاريع الأهل الكرام تحتاج سنويا إلى ما لا يقل عن نصف مليار دولار وهذه ليست كبيرة على العرب والمسلمين الذين يملكون المليارات بل أضعاف هذه المليارات الحقيقة كذلك مطلوب تقديم الدعم الإعلامي من خلال الإعلام المرئي والمقرؤ والمسموع لفضح الانتهاكات الصونية بحق القدس وأهله ومقدساتها والمسجد الأخصى المبارك بعد تهجير غالبية أهل القدس سعت سلطاته الاحتلال إلى تذويب ما يمكن من الأقلية العربية الباقية في المدينة فلجأت إلى فصل هذه الأقلية عن سكان الدفة الغربية وأصبح هؤلاء بالاسم جزءا من سكان دولة الكيان لكنهم ظلوا عمليا بمثابة أجانب محرومين من حقوق المواطنة ومن الخدمات البلدية وتعرضوا لجميع أنواع القهر والتمييز العنصري ومعد هذا التاريخ الطويل من الاحتلال الصهيوني للمدينة والتنكيل بأهلها ومقدساتها وبالتزامن مع المنادات الأممية بتحريم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وتدويل قضية القدس لنتساءل هنا متى سينفذ هذا القرار ويزال سيف العدو الصهيوني الغائر في قلب مدينة القدس ويبقى هذا السؤال برسم الإجابة حتى تعود القدس وفلسطين حرة إلى أصحابها وإلى أهلها أرحب بكم مرة أخرى وبفضيلة الشيخ الدكتور عكريم صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك مفتي القدس والديالة الفلسطينية رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة مرحبا بك معنا شيخنا الفوضل مرة أخرى أهلا بك وبرك الله فيك أهلا بكم شيخنا نود أن نبدأ في الحقيقة من تطور حصل قبل ساعات قليلة في القدس المحتلة وهو أن قوات الاحتلال استهدفت قبل ساعات قليلة أحد سكان هذه المدينة فأردته قتيلا بالرصاص مع الأسف الشديد وأولينا قبل قليل عن استشهاده الشهيد نور الشقير وقد استشهد على حاجز الزعيم كيف تنظرون إلى هذه السياسة سياسة تصفية المقدسيين بهذا الشكل بمزاعم ودعاوة تافهة بسم الله الرحمن الرحيم إن صعود الشهيد نور الشقير الذي استشهد هذا اليوم ليس آخر شهيد فإن الشباب المقدسي معرضون للتصفيات لأتفه الأسباب وبدون مبذرات وأن القاتل المجرم يعطي إفادة بأنه قد تعرض للخطر رغم أنه لم يكن متعرضا للخطر هذا التبرير تأخذ به المحاكب الإسرائيلية لتبرئ القاتل وأن الذي استشهد يتهم بأنه كان في حوزته سكين أو حوزته سلاح رغم أنه كان خاليا من ذلك وحصلت عدة حالات استشهد شباب ونساء وأطفال بهذه الطريقة من ذو الاحتياجات الخاصة الشاب إياد الحلاق وكذلك امرأة على حاجز قلندية وكانت حامل أيضا فهذه التصفيات مبرمجة لدب الرعب في نفوس المواطنين وبخاصة أهل القدس وأيضا لتهجير الناس من بيوتهم من أراضيهم إلى خالد القدس نعم وهذه الجرائم نحملها المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي المحتل إلى السلطات المحتلة لأنها قد أعطت تعليمات مشددة في أي خطر حسب زعمهم يطلق الرصاص القاتل يعني بمعنى لو أرادوا ضبط أمن كما يزعمون نعم لا أطلق الرصاص بالهواء على سبيل المثال وعلى الأقدام على أكثر تقطيع أو إذا هرب الشخص المعني المطارد يطلق على رجله لكن الذي يحصل الآن القتل المباشر على الرأس وعلى القلب وعلى السدق نعم وهذه التصفيات مرفوضة ومدانة وهذا هو الإرهاب نعم نحن نتهم بالإرهاب والإرهاب ما يقوم به الاحتلال ضد المواطنين لكن فضلت الدكتور المتابع لقضية القدس يشهد أو يلاحظ أنها ليست المسألة الوحيدة التي يرهب فيها المقدسي ويلاحق وكذا نحن الآن في المقدمة تحدثنا عن كثير من القضايا والمحاور المهمة يعني نكاد نقول أن كل ما هو مقدسي من حجارة وأشجار وبشر كله مستهدف ولكن بطرق مختلفة ما بين إبعاد إلى ملاحقة إلى هذا القصري إجباري إلى تهويد مناهج إلى استهداف الجيل بالمخدرات وما إلى ذلك هذا المدخل الذي دخلنا منه استهداف هذا الشاب يلقنا للحديث عن هذه القضايا الكثيرة كيف تعيشون وسط هذا الاستهداف اليوم المتواصل نعم أخي الكريم كل مواطن مقدسي يعتبر نفسه مرابط نعم والرباط هو جزء من العقيدة فهو يدافع عن عقيدته وأن المقدسي يشعر بثباته أنه في علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيه الثواب وليس مجرد ساكن كما ينظر الاحتلال له نعم هو يعتبر حاله مواطن وأن مواطنته من قرار من رب العالمين في ثباته وبالتالي هو يتحمل كل هذه المعاناة من قبل الاحتلال لأن رباطه فيه الثواب وهذا الرباط هو رباط عقدي لا مجال للتراجع عنه ولا يخضع للمساومة أو للتنازل نعم لكن هذه الإجراءات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ما باعتقادكم ما هو أخطرها يعني لدينا إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لدينا محاولات تهودية مستمرة هدم قصري ما هو الأخطر في الحقيقة كل الإجراءات الاحتلالية هي خطيرة نعم يعني هدم المنازل هدم المنزل بمثابة القتل في تشريد العائلة وأحياناً وأحياناً الاحتلال يلزم صاحب البيت أن يهتم بيته بنفسه أيضاً يعني هذه معاناة نفسية قاتلة هذه المنازل موضوع الاعتراض امتهاك حرمة المسجد الأقصى نعم أيضاً خطيرة تهجير الناس من بيوتها سحب الهوية سحب الهوية بحيث أنه يحرم من الإقامة في مدينة القدس ويضطر أن يسكر خارج القدس التاجر المطارد ليدفع الدرائب الواهضة ولا اضطر أن يغلق محله منجره له موضع رزقه ويأتي ويصبح بلا عمل بلا رصيد مالي هذه كلها في الحقيقة مخاطر تهدد الوجود المقدسي وتهدد الكينونة للمجتمع المقدسي إلى ماذا تهدف هذه السياسات؟ طبيعة الحال في المآل هو التهويد والأصر له نعم بحيث كما يخطط له أن تكون القدس موحدة أي القدس هي عاصمة أبدية لما يقال بالاحتلال أيضا ما يعرف بيهوديت الدولة وهذه أقسى أنواع العنصرية نعم يهوديت الدولة يعني أن هذه الدولة لليهود وليس لغيرهم ومعنى ذلك أن غير اليهودي ليس له حق في هذه البلاد سوى مجرد أنه مقيم أو يسمح لهم أن يقيم نعم فهذه يهوديت الدولة دولة على أساس الدين أساس الدين نعم رغم أن معظمهم ليسوا بصاحب دين من ناحية التدين هم علمانيون خاصة حزب اللي كون حزب علماني ولكن يتخذون من الدين سطار لتثبيت كرسيهم تثبيت أهدافهم ولجلب جلب اليهود من الخارج إلى فلسطين نعم وهذه حكمة طرمطانية لأن يجتمعون لفيفا في فلسطين نعم نعم طيب عندما نتحدث عن هذه القضايا يعني حضرتك شيخنا سبق أن تعرضت كمقدسي في الأساس إلى الإبعاد عن المسجد الأخصى المبارك وتعرضت إلى الاعتداء الشخصي بمعنى أنه تم الاعتداء عليك جسديا وتعددت إلى استدعاء أكثر من المرة والمقوث في غرف السجون والمراكز كل هذه السياسات وربما طال لكم أيضا بعض السياسات الأخرى ماذا تشكل هذه بالنسبة لكم على طريق الرباط في المسجد الأخصى المبارك نعم أخي الكريم الذي يريد أن يرابط لا يتوقع أن الاحتلال سيقدم له الحليب والبسكويت بده يتوقع أسوأ الاحتمالات وهذا محتل لديه مخطط وتصطدم هذه المخططات مع قيمنا مع ديننا مع حقوقنا الشرعية وبالتالي كل مواطن مستهدف ومعظم للاعتقال للتحقيق للإبعاد للاعتداء عليه جسديا ولكل شيء هذا أمر من المتوقع موضوع سياسة الإبعاد عن الأقصى هذه سياسة طبيعة الحال عنصرية غير قانونية غير إنسانية غير موجودة في أي دول العالم لا يوجد دولة في العالم يبعد الإنسان عن مكان العبادة إلا هنا في القدس على الأقصى ما الهدف لأن الاحتلال طابع بالأقصى ويريد أن يفرغ الأقصى من المسلمين المرابطين من أجل أن يفرض سيطرته سيادته على إدارة الأقصى رويدا رويدا مرحلة مرحلة هل نستطيع أن نقول أنه أحكم قبضته على الأقصى أم أنه فشل خلال عقود طويلة من أن يصل إلى هذا المعنى من التهويد يعني هو عمل محاولات كثيرة من حفريات وأنفاق ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني وإحضار المستوطنين في أوقات المسلمين وكل هذه الإجراءات والانتهاكات التي قام بها هل بالفعل نجح في تكريس وقائع معينة ودعنا نكون صرحاء فضل التشيخ أم أنه بالفعل أمام رباط وصمود المقدسيين وأهل فلسطين فشل في تحقيق مآربه على المدى الزمني السابق نعم المدى السابق قد فشل في تحقيق أهدافه نعم ولكن هو لم يجأس بمعنى يحاول المرة تلو المرة ونحن كذلك نثبت حقنا للمرة تلو المرة جيد جميل وبالتالي نحن وإياه في صراح أو هو أوجد الصراح هو الذي أوجد الصراح في الأقصى ومع ذلك استطاع أن يحقق بعض الشيء بعض الشيء في الاقتحامات وزيادة فترة الاقتحام للمسجد الأقصى طبيعة الحال يحاول موضوع فرض القبضة الحديدية يحاول البسط لكن لا نستطيع أن نقول أنه قد نجح حتى الآن والسبب في عدم نجاحه هو ثبات المغتسيين طبيعة الحال والتمسك بحقهم وفضح البرامج الاحتلالية وخاصة جماعات المضطرفين الذين ينادون بالتوسع ينادون بإقامة مدرسي لهم تلمودية في المنطقة الشرقية الأقصى نعم نحن لهم بالمرصاد وبيانات الهيئة الإسلامية العليا واضعة في رفضهم إلى هذه المخططات فضلت الشيخ من أين تستمدون القوة؟ يعني من حيث القوة الأسكرية لا وجود القوة الأسكرية لدى لا يوجد بطبيعة الحال القوة المالية أيضا في أضعف حالاتها وكما هو معروف ولكن هذا المعنى للرباط جعلتم من هذا المعنى معنا عظيما جدا بحيث فعلا يخشى الاحتلال الاشتباك والوصول إلى لحظة اجتباك مع المقدسيين ولعل من أعظم الشواهد وأهمها في السنوات الأخيرة ما حصل من هبة باب الأصباط نعم كانت هذه هبة عبقرية بكل المقيس وفعلا بعد أن حاول الاحتلال أن يضع البوابات الإلكترونية وأن يكرس وقائع جديدة وللمرة الأولى كاد نقول يضطر إلى إزالتها بهذا الشكل هذه مسألة ليست بسيطة نعم بحمد الله هذه قوة ربانية أن المقدسيين ومعهم إخوانا مناطق 48 يشاركوا في الثبات رغم المعاناة لأسبوعين متواليين المقدسيون يصلون في الطرقات في الشوارع إلى أن ترى الاحتلال أن يتراجع لأن وضع البوابات الإلكترونية هي مظهر من مظاهر السيادة لهم نعم ورفضنا الدخول للأقصى من خلال هذه البوابات إلى أن تزول موضوع الثبات هذا أمر عقدي وحتى الشاب المقدسي الذي نعتبره غير ملتزم دينيا يندفع للدفاع عن الأقصى نعم وإن ذلك حب الأقصى هذه المحبة محبة إيمانية والله سبحانه وتعالى يضع هذه المحبة لدى جميع من يقول لا إله إلا الله نعم وبحمد الله الناس لديها استعداد أن تضحي وارتقى شهداء عشرات الشهداء في سبيل الأقصى نعم وأن الاحتلال فعلا يتجنب الصدام المباشر نعم لأنه يدرك أنه في الصدام المباشر هو سيفشل رغم أنه صاحب سلاح وقوة لكن نحن أقوي بإيماننا وثباتنا وثباتنا بحقنا نعم بلا شك طيب فضلت الشيخ هؤلاء المرابطون هم يعني جوهرة الأقصى وهم في خط الدفاع الأول ماذا عن مكونات الشعب الفلسطيني الأخرى ماذا عن الأمة ماذا يستطيع الناس أن يقدموا بين يديه دعم المقدسيين من أجل ترسيخ أقدامهم في المسجد الأقصى وفي محيطه وفي مدينة القدس نعم أخي الكريم نحن نقول يجب أن تثبت البوصلة نحو القدس والقدس هي موضع اتفاق بين الجميع حتى بين جميع الدول المختلفة القدس موضع اتفاق القدس تجمح ولا تفرق وبالتالي فإن المرابطين هم يأملون من دعم العرب معنويا لا يريدون مالا ولا يريدون سلاحا يريدون مواقف ثابتة استراتيجية يريدون حراك سياسي دبلوماسي على المحتل حتى يشعل أن المقدسيين ليس وحدهم في الميدان ويدرك المحتل بأن الأقصى خط أحمر رغم ما حصل من موضوع تطبيع وقفز عن الفلسطينيين إلى بعض الدول لكن هذا لا يضعف حقنا في القدس وفي الأقصى لكن ما حصل مؤخرا كما تفضلتم فضيط الشيخ هو أمر ليس يعني كما يقول المراقبون في علم السياسة ليس أمرا بسيطا بمعنى أنه خطة الضم ومن قبلها صفقة القرن وجعل القدس عاصمة بين قوسين لإسرائيل ثم موجة التطبيع التي كانت مرتفعة حتى ما قبل يعني رسوب ترامب في الانتخابات كلها كانت مؤشرات على أن هناك حالة استفراد بالقدس والمسجد الأقصى في ضوء عجز فلسطيني وعربي وإسلامي مع الأسف الشديد يعني كاد البعض أن يشعر أن المسألة أصبحت سودوية للغاية كيف كنتم تنظرون إلى هذا المشهد صحيح أولا موضوع صفقة القرن هو مشروع احتلالي صهيوني نعم ليس أمريكا أصلا نعم لكن أمريكا لبست هذا الثوب وادعته لأن الصيغة اللي بقرأ بيدرك تماما من الذي أصاغ هذه الصفقة وهو من سوع تهوذي الرعاة الأغلام والمواشي هذه كلها من وسائل الضم والقول تأجيل الضم كله ضحك وخداع في الحقيقة هو مخطط ماشي وما تراجعت إسرائيل عن الموضوع أولا شيء آخر هذه بلاد محتلة ككل حتى موجود السلطة الفلسطينية معظم المناطق هي محتلة والدليل أن السلطات الإسرائيلية تدخل إلى المدن وتعتقل من تشاء طبعا في الليل والنهر في الليل والنهر نعم إذا ما في يعني شيء جديد ماذا عن موجة التطبيع ولمس الشيء يعني اللي بطبعه حاليا هو كان عندهم تطبيع تحت الطاول الآن فوق الطاولة بمعنى أن حقوقنا لم تتأثر من حيث حقنا نعم لا تراجع عن حقوقنا وما يحصل هو حرب نفسية حتى نحن الميأس أو نتراجع أو نخضع للأمر الواقع ليس إلا وهذا ليس وارد في حساباتكم كمقدسيين المرابطين أبدا بإذن الله فضلت الشيخ نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للاستكمال النقاش بحول الله فابقوا معنا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين وأهلا بفضيلة الدكتور الشيخ عكرم صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة مرحبا فيك فضلتي الشيخ مرة أخرى أهلا بك نحن الآن يعني نعيش بلا شك يعني كأمة عربية مسلمة في ظروف صعبة لنحسد عليها الدول العربية أيضا تمر في ظروف صعبة جدا لكن على الرغم من ذلك دائما كنتم تدعون إلى تبني استراتيجية للدفاع وحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة هل تطلعنا فضلتي الشيخ على أهم ملامح هذه الاستراتيجية نعم أخي الكريم نقول أن القدس ليست لأهل فلسطين وحده القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك شأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتالي فإن المسؤولية جماعية وأن المسلم في فلسطين ليس له بالقدس وبالأقصى بأكثر من أي مسلم في العالم ونحن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية من ناحية شرعية وجودنا وشرعية مطالباتنا بحقوقنا فحقنا هو حق واضح ينبثق من قرارات ربانية ليست من قرار من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم ونحن أمناء على قرار الله سبحانه وتعالى لا بد من تثبيت الرواية الإسلامية لضحط الرواية الإسرائيلية الزائفة الرواية الإسلامية التي تقوم على الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وعلى التاريخ الحضاري العريق للمسلمين في هذه البلاد نعم وبالتالي علينا أن ننشر الرواية الإسلامية في جميع المجالات وبعدة لغات حتى المسلمين يدركون أهمية هذه البلاد ومدى ارتباطهم بها لأنه الموضوع لا يكتفى بالعاطفة من نحت عاطف كل مسلم يحب القدس يحب الأقصى لكن هذا لا يكفي لابد من وعي يقوم على أدلة قوية ثابتة بحقنا في هذه البلاد وبالتالي وبالتالي نقول لجميع المسلمين في العالم هذه المدينة القدس أمانة في أعناقكم جميعا والكل يتحمل المسؤولية وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل من يقصر بحق القدس وحينما نذكر القدس نحن نعني الأقصى وحينما نذكر الأقصى نعني القدس لأن الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لم تفصل بين القدس والأقصى كذلك لم تفصل بين القدس والأقصى وفلسطين لأن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه الذي أسر بعبديه ليلا من المسجد الحرامي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله هذه مباركة مباركة شاملة مباركة شاملة علماء التفسير قالوا في الأرض فلسطين علماء آخرين قالوا ليس فقط أرض فلسطين بل بلاد الشام كلها اللي ابتسب فلسطين الأردن لبنان سوريا علماء آخرون قالوا لا ليس فقط كل بلد إسلامي يسلم أهله تشمله المباركة سبحان الله وبالتالي نحن عمق للإستراتيجي قوي ومن الخطأ والخطيئة أن يقال أن القضية الفلسطينية لأهلها ولا علاقة للا بها قزموها نعم هذا التقزيم هو خطيئة وهو خلاف للنصوص الشرعية للعيات الكريمة والأحاديث النوية الشريفة هل تستشعرون بهذا العمق أنتم أهل القدس وأهل الرباط والبلدة القديمة والمسجد الأقصى تستشعرون به نعم نعم والدليل حينما يحصل أي حدث في القدس نلمس صداه في الخارج وأيضا جاءت قضية الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شعرنا أن كل المسلمين أصبحوا قصر واحد كلهم ضد جوا كلهم انتصروا لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ورب ضارة نافعة وهمنا نحن الشعوب التي هي تمثل أمة واحدة أمة واحدة رغم الخلاف في الجغرافيات في التقاليد في العادات لكن في المآل كنتم خير أمة أخرج الجلاس نعم إذن على رأس هذه الاستراتيجية كما تفضلتم فضلت الشيخ هو الوعي نعم لكن ماذا بعد الوعي يعني إذا كان لدى المسلم في أي مكان من العالم وعي بهذه القضية بأهميتها الدينية بمكانتها الإسلامية بغيرها من القضايا ماذا بعد؟ نعم بترتب بعد الوعي أن هذه الشعوب تضغط على دولها على حكامها ليتحركوا ليضغطوا على الاحتلال بالمقابل أين الحراك السياسي أين الحراك الدبلوماسي يعني منذ سنوات لم نشعر أن إسرائيل تعرضت لأي ضغط حتى تتراجع عن مخططاتها سواء ما له علاقة بالأقصى أو ما له علاقة بالقدس أو في مناطق فلسطين بشكل عام لأن هذا الوعي يؤدي إلى تحريك الحكومات لتأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها نعم طيب أنا أريد أن نتحدث في نقطة مهمة عودا على بدء فيما يتعلق بمحاولة تهويد هذه المدينة لم يترك الاحتلال شيئا إلا وقد اقترب منه وحاول تهويده وعبرانته حتى الأسماء أسماء الشوارع والأزقة التي كنتم تلعبون فيها صغارا حولت أو عبرنت إنجاز التعبير والمناهج أيضا يقوم بالتغول عليها بين الفينة والأخرى المدارس المستشفيات الوضع الاقتصادي كل شيء أمام هذا نجد أن هناك صمود أسطوري لكافة قطاعات المجتمع المقدسي يعني المجتمع المقدسي هو مجتمع في مجمله مجتمع مقاومة يومية يعني ليست مقاومة مرتبطة بأحداث وهبات جماهرية هو يوميا يكابد ويعني يتألم ويتوجع من ما يحصل معه كيف تحتملون كل هذا نحن نستبشر ببشارة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة ذو الأصابع قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن ابتلينا بالبقاء بعدك إذا صبنا مصيبة إذا ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تعملنا ماذا قال له الرسول عليك ببيت المقدس لعل الله يرجقك ذرية تغدو إليه وتروح الله فهذه البشارة تؤكد أن إذا ابتلينا بمصائب فإن بيت المقدس هي الملاذ للمسلمين وأن عددهم في تزايد يعني رغم الإبعدات رغم الاستشهاد رغم الاعتقالات رغم الأسرع إلا أن عدد أهل بيت المقدس في تزايد لأنه لا فتنظر أحد التقارير عندكم الأقلية في الحقيقة نحن في تزايد نعم يعني كان يحاولون أن يجعلوها أقلية بالضبط عدد المقدسيين في عام 1967 كان سبعين ألف الآن 350 ألف تضاعف خمس مرات مخطط اليهود اللي بسموه 2020 2020 2020 إنه نصير إحنا 12% نعم من أهل القدس وفيش له هاي أجل 2020 خلصت خلصت نعم إحنا نسبتنا 37% من القدس الكبرى نعم نعم من القدس الكبرى 37% رغم ما جاء اليهود من خارج ضمن القدس الغربي للشرقي والشرقي للغربية إحنا نسبتها في تزايد ورغم التجار اللي يلاحقون بالدرائب رغم هذا بالمنازل لكن إحنا في عددنا بحمد الله في تزايد وكل محاولات التهجير ما مشت معهم ألا تحتاج أو تستحق هذه المدينة المقدسة موقفا فلسطينيا موحدا أما أنا للفلسطينيين أن يتوحدوا على موقف يليق بتضحية هذه المدينة وبأهلها الصامدين نعم القدس تستحق أن أهل فلسطين ككل يتوحدوا وأهل العرب والمسلمين كلهم يتوحدوا نعم من أجل القدس ومع ذلك إن مدينة القدس بحمد الله بذاتها موحدة رغم يعني وجود الأحزاب والفصائل فهي بعيدة عن مناكفات رب الله وغزة وغزة ورب الله بعيدة نحن حيّدنا المدينة القدس وكرّسنا كل جهدنا لوحدتنا و ل صيانة مجتمعنا والمحافظة عليها ضد الاحتلال نعم طيب فضلت الشيخ نحن في الدقائق الأخيرة الآن من هذا اللقاء إذا كانت تمت رسالة منكم من فضلتكم إلى أهلنا في القدس أو في فلسطين أو في الأمة العربية والإسلامية ماذا تقول نقول القدس أمانا في أعناقنا جميعا وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية ولا مجال للطهر وعلى الجميع أن يدرك أهمية هذه المدينة المنشطبطة بالسماء وربطها الله بمكة المكرمة والبندين المنورة والله أكرمها أن فرض الصلاة في سمائها وبالتالي على جميع العنظمة العربية والإسلامية أن تنحي أن تحقن الدماء أولا وأن تنحي الخلافات الجانبية ولتتوحد من أجل القدس لأن القدس توحد ولا تفرق وهي موضع إجماء مدام هي موضع إجماء فهي تجمع ولا تفرق وعلينا نحن أن نحافظ على كينونيتنا في هذه البلاد وأن الأخطار المحتقة بالقدس لا تزال مستمرة والاحتلال يتوغل ويتغول في هذه المدينة في تهويدها وفي تهجير أهلها وفي التضييق على أهلها ولكن لا يجوز أن يكون المقدسيون وحيدون في الميدان لا يجوز أن يكون المقدسيون أن يكونوا وحيدين في الميدان لا بد من العمق الاستراتيجي والكل يتحمل مسؤولية فضلت الشيخ الدكتور عكريم الصبري خطيب المسجد الأقصى المبارك مفتل القدس والديارة الفلسطينية رئيس الهيئة الإسلامية العالية في القدس ساعدنا جدا باستضافتكم نسأل الله لكم البركة في العمر وطول العمر إن شاء الله ونتمنى لكم والصحة والسلام الدائمة وشكرا لوجودكم معنا في الحقيقة في هذه الحلقة ننتقل بكم إلى زهرة المدائن ومصلبة بالرحمة فابقوا معنا مصلى باب الرحمة هو أحد أهم مصليات المسجد الأقصى المبارك يقع بالسور الشرقي ويبلغ ارتفاعه أحد عشر متراً ونصف المتر وهو باب مزدوج يتكون من بابين هما التوبة والرحمة يتم الوصول إليهما عبر النزول على سلالم طويلة ومن الجهة الواقعة خارج السود تقع مقبرة باب الرحمة الإسلامية التي دفن فيها العديد من صحابة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يعود للفترة الأموية ويطلق عليه مصلى البوابة الأبدية والدهرية وباب توم أغلق في عهد صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس خشية تسلل الصليبيين من خلاله إلى داخل الأقصى والمدينة المقدسة وبقي المكان مصلاً حتى عام 1967 ومن ثم استخدم مكتبة دينية ولاحقاً مقراً للجنة التراث الإسلامي أعاد الاحتلال إغلاقه عام 2003 بعد أن كان مصلى يضم في طياته الندوات وحلقات دينية والصلوات الخمس تحاول جماعات يهودية متطرفة منذ ذلك الحين السيطرة عليه لبناء كنيس لهم لكن المقدسيين وبعد تصعيد انتهاكات الاحتلال أجبروه على إعادة فتحه عام 2018 في هبة مصلى برابر نحن يواجه المرابطون والمصلون يومياً انتهاكات من قبل جنود الاحتلال الذين يدنسون المصلى بأحذيتهم ويعتدون على المصلين ويعتقلونهم ويصدرون أوامر إبعاد بحقهم كما يكثف المستوطنون وبحراسة جنود الاحتلال الإسرائيلي من تواجدهم بالمنطقة المحيطة بمصلى باب الرحمة خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى ما يثير مخاوف الفلسطينيين من مخططات إسرائيلية تستهدف المكان إلى ذاكرة فلسطين عملية كفار جلعادي البطولية في المتابعة عملية كفار جلعادي البطولية فجر العاشر من تشرين الثاني عام 75 انطلقت مجموعة الشهيد محمود خلف عبيد من جبهة التحرير العربية لتنفيذ عملية عسكرية في مستوطنة كفار جلعادي بالجليل الأعلى ضمت المجموعة الفدائية قائد العملية الفلسطيني نعيم توفيق الحاج والسوري أحمد خالد الحلاب والعراقيان جواد كاظم موات وأحمد محمد التميمي هدفت العملية إلى احتجاز رهائن من المستوطنين ومبادلتهم بعددا من الأسرى في سجون الاحتلال نجح الفدائيون في اختراق تحصينات المستوطنة والتسلل إلى داخلها إلا أنهم استضموا بقوة من جيش الاحتلال فاشتبكوا معها على الفور وتحصنوا في أحدى الاستراحات استقدم جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المستوطنة لمحاصرة الفدائيين واندلعت اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من عشر ساعات متواصلة استعانى خلالها الاحتلال بالدبابات والمدرعات والطائرات المروحية لمواجهة الفدائيين الأربعة الذين تمكنوا من أعطاب ضبابة ومدرعتين للاحتلال وأقدموا بعد نفاذ ذخيرتهم على تفجير أحزمتهم الناسفة رفضا للاستسلام مقاعين أكثر من خمسة وعشرين جنديا من جيش الاحتلال بين قاتيلا وجريح الثوار لا يرحلون بل يخلدهم التاريخ بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين دمتم بخير ودامة فلسطين والقدس بخير السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا